شكراً دكتور أحمد على هذه الإدارة المتميزة وعلى هذا الألق والتميز في التقديم والعرض بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل عام وحضركم بكل خير هذا هو العام الثامن من تدشين فكرة قامت على الإخلاص والشفافية والصدق والتميز والتطور المستمر أعني كل كلمة من هذه الكلمات كل عام وحضراتكم بكل خير في هذا المجتمع العلم المتميز أسرة ومجتمع أريد هذا المجتمع الذي سعى ويسعى لتطوير ذاته والمساهمة في تطوير إمكانات وقدرات كل من ينتمي إليه بروافد متعددة ونامية بدأت أول ما بدأت بمجموعة صغيرة من الأفراد كبيرة في همتها ورغبتها ثم تحولت رويدا رويدا إلى الهيئة الاستشارية العليا للمنصة وكانت هذه هي النبتة الأولى التي تشكلت منها كل الروافد فيما بعد حتى أصبحت هذا الكيان الكبير والمتماسك متعدد الهياكل والأقسام مترامل أهداف ليشبع طموحات وأهداف ما يقترب من 120 ألفا من العلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية في كل بقاع الأرض وأنا في هذا المقام يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي وامتناني إلى الأساتذة والزملاء الأكارم في إدارة المنصة وأخص منهم زملائي في الهيئة الاستشارية العليا والذين يعملوا لليل نهار بصدق وإخلاص وأمانة وإبداع اجتمعنا في هذا العام كثيرا كثيرا زادت بعض الاجتماعات عن السلاس ساعات خرجت من رحمها العديد من الأفكار والاستشارات التي قدمت إلى المنصة بعضها خرج للنور ووجد طريقه للتنفيذ ونحن الآن نستمتع به في كافة جوانب المنصة والبعض الآخر ما زال في طور الدراسة في بقية روافد المنصة تمهيدا لإنفاز ومن هذه المقترحات التي سعدنا بها في الهيئة الاستشارية العليا لهذا العام هو إنضاج وبالورد فكر الجامعة أريد الدولية والتي يعقف الآن على إطلاق وبداية تنفيذها مجلس تأسيسي شكل من عشرات العلماء والخبراء من كافة البلدان من عدة شهور يجتمع على مدار الأسبوع اجتماعا عاما واجتماعات نوعية للجان متعددة ومتنوعة شكلت لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالجامعة بداية من الهوية والرؤية والرسالة والقيم والأهداف والكليات والبرامج وصولا إلى ساعة الصفر ولحظات الإطلاق أتمنى أن تخرج جامعة أريد الدولية قريبا للنور ونحن نعيدكم كما كل مشروعات المنصة أن تكون جامعة رائدة متميزة نوعية في برامجها وأهدافها وأدعوكم مستقبلا للالتحاق بها منكم من يرغب في التميز واستكمال دراساته العليا دبلومات وماجستير ودكتوراه وبعضكم عضوا فاعلا في هيئات التدريس وإدارة الكليات والجامعة فهي جامعتنا جميعا وأخيرا أتوجه بخالص شكري وتقديري لكل أهاكل المنصة وروافدها الأمانة العامة ومجلس الإدارة والهيئة الاستشارية العليا ونظام عليم والنشر العلمي والمجلات العلمية ومجلة صدى أوريد والمحفل العلمي الدولي والعلاقات الدولية والعلاقات العامة واللجنة الإدارية والليجيستية وكل القائمين على هذه المنصة وأخص بالشكر للأخ العزيز المؤسس والمدير التنفيذي الدكتور سيف السويدي والأخت العزيزة الدكتورة هند والدكتورة مريم والأستاذ عدنان والأستاذ معاز والأستاذ عبد والأستاذ مهة وكل الزملاء والأعزاء الذين قاموا على هذه الاحتفالية المتميزة شكرا لكم وأهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته